دخلت سيدة إلى محل ملابس فاخر لتشتري لأبنائها ملابس العيد ولاحظت أن شاباً في الثلاثين من عمره يبدو عليه الفقر والحاجة يقف وينظر إلى الملابس خارج المحل عبر الزجاج ومعه طفله الصغير فنادت عليهما وطلبت منهما الدخول للمحل ثم طلبت من الأب أن يختار لابنه ما يحب من الملابس فنظر الأب باستحياء إلى ملابس الأطفال الذي أمامه وأطال النظر إلى نوع معين دون أن يتكلم فقامت السيدة بطلب قطعتين وأعطتهما للطفل وظلت جالسة تشاهد فرحته وضحكه مع أبيه شكر الأب الفقير السيدة شكراً كثيراً وخرج من المحل متوجهاً إلى بيته وهو في سعادة لا توصف وبعدما انتهت السيدة من التسوق ذهبت لتستلم فاتورة الحساب ففجأت بأن الفاتورة فارغة ومكتوب فيها من صاحب المحل نحن لا نمتلك آلة حسابية تستطيع حساب ثمن الإنسانية في نفس اليوم وبعد أن عاد الأب الشاب إلى بيته سعيداً قرر أن يقوم بعمل قدر استطاعته يسعد به الآخرين فكان يملأ زجاجات كثيرة بالماء المثلج وينتظر أمام محطة قطار الثانية والنصف ظهراً والحرارة مرتفعة ثم يصعد بالقطار حاملاً زجاجات المياه الباردة ويقول للركاب وهو يتصبب عرقاً من يريد أن يشرب ماء بلا ثمن ثم يسير ويوزع على كل الناس الزجاجات وهو يبتسم وهكذا في كل عربات القطار ثم يعود ليأخذ الزجاجات الفارغة أو ما يتبقى فيها وعندما سأله أحد الركاب وكان يبدو من هيئته أنه صاحب منصب أو تجارة لماذا تفعل ذلك؟ فقال بالحرف الواحد أنا موظف بسيط وأجري لا يكفيني وأسرتي ولا أستطيع أن أتصدق بأي شيء إلا الماء فأضع في ثلاجتي كل يوم خمسين زجاجة وأحملها عند ذهابي لعملي وأوزعها بقطار ثانية والنصف فقد علمت أنه كلما زادت الصدقة زاد الرزق فابتسم له الراكب وأعطاه رقم هاتفه وقال له سأنتظر اتصالك على هذا الرقم لقد عينتك محاسباً في شركتي بأضعاف راتبك لأنك ستكون أميناً على مالي وستراعي الله وتراقبه في كل تصرفاتك شعر الأب بفرحة شديدة وحي الراكب ودع له بالتوفيق وعاد إلى بيته في سعادة لا توصف قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب منا فتاة جميلة من أسرة فقيرة حصيلة على شهادة متوسطة توسط لها الحاج راضي صديق والدها لدى قريب له لتعمل سكرتيرة بشركته الشهيرة وكم كانت سعادتها وسعادة أسرتها بهذه الوظيفة كانت منا على علاقة عاطفية بأحد جيرانها ولأنه فقير أيضاً اقترح عليها أن تتزوج لبعض الوقت من رجل عجوز ثري وعندما تتمكن من جمع مبلغ كبير تطلب الطلاق ثم يتم الزواج بينهما ليحقق أحلامهما معاً ووافقت منا على هذا الاقتراح وعندما علمت أن الحاج راضي يبحث عن زوجة جديدة بعد وفاة زوجته لمحت له أنها ستكون سعيدة إن اختارها زوجة له وأقنعت أسرتها بهذا الزواج خاصة أن الحاج راضي لم ينجب من زوجته بعد عشرين عاماً من الزواج ولهذا لن يكون هناك مشاكل بينها وبين زوجها وبعد شهر تم الزواج وتركت منا الشركة وتفرغت لزوجها وفوجئت بحنان وطيبة وحسن معاملة الحاج راضي لها والإنفاق بسخاء عليها وتلبية كل احتياجاتها والأهم من ذلك أنه بدأ في تحفيظها القرآن وتعليمها الكثير من أمور دينها والتي كانت تجهل معظمة فتغير سلوكها للأفضل وقطعت تماماً كل صلة بينها وبين جاريها وبدلت برغبتها ملابسها المجسمة وارتدت الحجاب وأصبحت ملتزمة لا تترك فرضاً في الصلاة ولا هم لها إلا إرضاء ربها ثم إرضاء زوجها الذي فرح بهذا التغيير الرائع وبعد عام من الزواج شعرت منا بألم شديد وسقطت على الأرض وعندما ذهب بها زوجها إلى مستشفى خاص عرف أنها حامل فكاد أن يطير هو وزوجته من الفرحة وسجد لله شكراً على هذا الفضل وعندما عاد الزوجان للبيت أرادت منا أن تعترف لزوجها بقصة جارها واتفاقهما كي يستريح قلبها ويعفو عنها زوجها وقبل أن تنطق فوجئت بالحاج راضي يقول لها بعد شهرين من الزواج جاءني جارك الشاب وحذرني منك وحكى لي عن الاتفاق الذي كان بينكما ولكن لم أهتم بكلامه لأن أفعالك دلت على توبتك فقد وجدت منك حباً وطاعة لا أستطيع وصفهما والأهم من ذلك هو تقربك إلى الله بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وسؤالك عن كل ما تجهلينه من أمور دينك وتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقوله أيضاً التائب من الذنب كما لا ذنب له فزاد حبي وتقديري لك أما جارك فقد قمت بتعيينه في نفس الشركة التي عملت بها قبل الزواج والحمد لله أسمع عنه كل خير بعد أن هداه الله فرحت منا كثيراً وزاد قلبها طمأنينة وفرحت أكثر عندما خصص زوجها مبلغاً لإنفاقه على الفقراء بمناسبة قدوم ابنه الذي انتظره أكثر من عشرين عاماً وعوض الله صبره وأسعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فتاة عمرها عشرون عاماً تعرفت على شاب عن طريق الشات استمرت العلاقة بينهما وخرجت معه دون علم أهلها ثم اتفق على الزواج بعد أن وصل حبهما إلى أعلى الدرجات حضر الشاب إلى منزل الفتاة مع أهله لخطبتها فأبدت عائلة الفتاة موافقة مبدئية حتى يسأل عن الشاب ويكون الرد النهائي بعد أسبوع سأل الشقيق الأكبر للفتاة عن الشاب فوجد أنه غير مناسب لأخته وبلغ أسرته برأيه ولما علمت الفتاة أن أخاها رفض هذا الشاب جن جنونها لذلك قالت لأخيها أعلم أنك تقي وتخاف الله عز وجل ولا تغضبه في معصية ولكنك لا تعلم أنني أعرف هذا الشاب منذ سنة وخرجت معه لذلك أرجو منك أن تبارك هذا الزواج فأنا لا أستطيع أن أتحمل البعد عنه في هذه اللحظة تمالك الأخ نفسه من كلام أخته الذي لا يستطيع أن يتحمله أحد لكنه استطاع بفضل الله ثم بحكمته وبعد نظره وصبره التحمل ثم حاول أن يمنعها من المضي في الزواج وقال لها بهدوء هذا الشاب لا يصلح لك وكونك أخطأت فلا داعي للمضي في الخطأ ولكن عليك تصحيح الخطأ رفضت الأخت وقالت لشقيقها في غضب إما أن توافق على زواج منه أو أن تحر خرج أخوها من عندها بعد أن أصر على موقفه وكان للفتاة أخ من أبيها على خلاف مع شقيقها الأكبر فاستغلت هذا الخلاف وذهبت إلى أخيها وطلبت منه الموافقة على زواجها من الشاب الذي أحبته بعد أن يسافر الأخ الشقيق في مهمة عمل فوافق أخوها وزوجها ممن أحبت وتم العقد بينهما على أن يتم الزفاف بعد شهرين وأصبح هذا الشاب زوجا لهذه الأخت بالشرع فلما علم الأخ الأكبر بذلك عاد مباشرة من سفره وذهب إلى بيت أخيه حيث توجد شقيقته عنده فلما دخل توقع الجميع أن يغضب الشقيق على أخته لكنه سلم عليها ودعا لها بالبركة والتوفيق وطلب منها أن يذهب سويا إلى بيت والدها ولما عادت إلى بيت والدها لم تسلم أمها عليها فقد كان عملها لا يتقبله أحد حتى إن إخوتها كانوا ينظرون إليها باحتقار فكيف تزوج نفسها وتترك أهلها من أجل هذا الشاب وجاء موعد الزفاف وفي أول ليلة اكتشفت الفتاة أن زوجها مدمن للمخدرات بل وكان مسجونا بقضية ترويج مخدرات فتذكرت كلام شقيقها الأكبر وحزنت حزنا شديدا استطاع هذا الشاب أن يوقع زوجته في تعاطي المخدرات بل امتد ذلك إلى أن أوقعها في ترويجها بين بنات جنسها وفي أحد الأيام تم القبض عليه واعترف عليها بأنها هي الأخرى تتعاطى وتروج المخدرات فتم القبض عليها أيضا اتصلت الزوجة بأخيها من أبيها فقال لها ليس لي علاقة بك أنا زوجتك وانتهى دوري ثم اتصلت بشقيقها الأكبر وأخبرته بما حدث لها ولأنه أخ بكل ما تعنيه الكلمة جاء مباشرة إلى الشرطة وسأل عن القضية وملابساتها ثم جلس مع زوج أخته وطلب منه عدم الغدر بالفتاة التي ضحت بأهلها من أجله وأن يطلقها فاعترف الزوج أمام القاضي بأن زوجته لا علاقة لها بالترويج أو التعاطي وطلقها بعدما تم الإفراج عنها بعد ذلك عرف الشقيق الأكبر أن أخته تحتاج إلى علاج فأخذها وأدخلها إلى مستشفى أهلي للعلاج على نفقته وبدون علم أحد حتى تعافت تماما ثم عاد بها إلى البيت بعد أن قال لها لا تخبر أحدا بما حدث لك لأنه لا أحد يعرف فقط أخبرهم بأنه قد تم الطلاق بينك وبين زوجك وكل ما أرجوه منك أن تلتزم بالصلاة وقراءة القرآن وطلب العفو من الله عز وجل على ما كان منك بكت الأخت بكاء مريرا واعتذرت لشقيقها عن كل ما سببته له من متاعب وأخبرته أنها كانت بالفعل ستفعل ما أوصاها به وتمر الأيام وتلتزم الأخت بالصلاة وحفظ القرآن حتى وفقها الله لزوج صالح وهو أحد أصدقاء شقيقها الأكبر ففرحت كثيرا وعلمت أن الله قد قبل توبتها وعوضها بالزوج الذي تتمناه وقبل خروجها من بيتها لبيت زوجها قالت لشقيقها الأكبر والدموع في عينها الحمد لله الذي جعل لي شقيقا رائعا حنونا حكيما يقوم بدور الأب الذي افتقدناه جميعا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا